موسيقى مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو وضع محافظة الرقة المغيبة عن وسائل الإعلام ما هو مصير الأغلبية العربية في تل أبيض ومحيطها ماذا بعد فشل الهدنة المفترضة لوقف إطلاق النار في سوريا وهل ستدفع أزمة اللاجئين الدول الأوروبية للمساهمة في إقامة منطقة آمنة أسئلة تلخص محاور هذه الحلقة من برنامج سوريا في أسبوع والتي يسعدنا أن نستضيف خلالها هنا في الأستوديو الأستاذ ملهم الدروبي عضو أمانة سر المجلس الوطني السوري وعبر سكايب من الرياض الدكتور شواخ البورسان عضو اللجنة التأسيسية لمشروع خلاص الوطني حياكم الله يفيد الكريمين حياكم الله يفيد أبدأ معك أستاذ ملهم بداية يعني من الملاحظ أن تنظيم الدولة يفقد الكثير من مناطق سيطرته في سوريا لصالح ميليشيات الأسد أو لصالح أيضا الميليشيات الكردية المتحالفة بشكل أو بآخر مع ميليشيا الأسد بينما يستميت في الدفاع عن نقاط أو خطوط التماس مع الفصائل الثورية السورية كيف نفهم هذه المعادنة؟ تنظيم الدولة داعش هو لا يزال حتى هذه اللحظة لغز لكثير من الناس بمن فيهم أنا لا أستطيع حتى الآن أن أفهم الدور الحقيقي الذي يقوم به هذا التنظيم فهو حينا يعمل مساعد ينفذ خطة مشتركة بينه وبين النظام وحينا يتصادم معه وفي أحيان كثيرة يكون ضد الثوار ضد الجيش السوري الحر المجتمع الدولي بشقيه الشرقي والغربي كل يعلن الحرب على داعش هناك تحالف دولي من عشرات الدول الكبرى العظمى تحارب داعش تحارب هذا التنظيم حتى الآن لم يستطيعوا القضاء عليه يتمدد هذا التنظيم في دول أخرى مثل ليبيا يتمدد في مصر يتمدد في سوريا يتمدد في العراق الحقيقة هناك الكثير من إشارات الاستفهام حول نشوء هذا التنظيم وحول تمدد هذا التنظيم وحول بقاء التنظيم حتى الآن بالتأكيد هو يصطدم مع باقي مكونات الثورة السورية مع الجيش السوري الحر هناك خلاف كبير إديولوجي بينه وبيننا لا نستطيع حتى الآن أن نجزم بقول حول دور هذا التنظيم في الثورة السورية ومستقبل سوريا نعم أتحول إلى ضيفي من الرياضة دكتور شواخ دكتور تل أبيض الحدودية التي شهدت خلال الأيام الماضية معارك عنيفة بين تنظيم الدولة والميليشيات الكردية وميليشيا وحدات الحماية الكردية على وجهها الخصوص تعتبر أن المدن المتنوعة طائفيا يعني إحصائيات عام 2010 تقول أن سكانها البالغين نحو 28 ألف نسمة في ذلك الوقت بطبيعة الحال بينهم قرابة 30% من الأكراد و 5% من التركمان والأرمن وما تبقى من العرب أي ما نسبته 65% من العرب ما أهمية هذه المنطقة للميليشيات الكردية وهل نشهد بالفعل عملية تهجير ممنهجة للأغلبية العربية في هذه المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الشكر لكم أستاذ محمد ولقناتكم الكريمة على هذه الدعوة الكريمة بالنسبة لمنطقة تلبيض وما تمثله لوحدات الحماية الكردية طبعا نفرق بين الأكراد كمكون سوري أصيل من مكونات الشعب السوري وبين العنصر الدخيلة التي أتتنا من تركيا أو من ربما من كردستان أو من غيرها حتى بعضهم لا يتكلمون العربية تلبيض تعتبر هي بعد أولا جغرافي ولا نقول ديمغرافي لأن الأكراد يكونون فيها أقلية هناك والأكراد الموجودين فيها أكراد وطنيين سوريين بالإضافة إلى أن تلبيض هي معبر حدودي على الحدود التركية والمعابر الحدودية هي نقاط استراتيجية لكل القوى المتصارعة داخل سوريا التهجير العرقي الذي مارسته القوات الكردية بعد استيلاء على تلبيض وطرد عناصر تنظيم الدولة باتجاه الرقة كانت من الأسباب التي حدث بكل المكون العربي هناك أن يرفض وجود أي قوة كردية وخصوصا وحدات الحمالة الكردية أو ما يسمى بالبكيكية أو البيدي نعم أعود إليك أستاذ ملهم يعني الحديث عن التهجير الممنهج للعرب أو للأغلبية العربية في هذه المناطق لا تقتصر أيضا معاناة هؤلاء الأهالي العرب داخل سوريا في عملية التهجير أيضا هذه العملية يعني تتكرر في بعض المناطق خارج سوريا على سبيل المثال الأنباء تحدثت عن حوالي 150 شخص من مدينة الرقة بين أطفال ونساء وشيوخ لا يسمح لهم بالعبور من الحدود الصربية الكرواتية لأنهم من مدينة الرقة بالتالي هناك اشتباه بأنهم قريبون من تنظيم الدولة هل باتت لعنة تنظيم الدولة تلاحق السوريين أين محله؟ طبعا ما جرى في باريس وما جرى ببعض العواصم الأخرى من أحداث تبناها تنظيم الدولة جعل الدول تشعر بالخوف الشديد من أي جهة من أي مجموعة من أي مكون حتى من اللاجئين والنازحين الذين خرجوا من سوريا وقد يكون لهم أي علاقة مع تنظيم الدولة هؤلاء الذين ذكرت كونهم قادمون من مدينة الرقة والرقة تعتبر عاصم الداعش يخشى أهالي تلك الدول وأجهزتها الأمنية أن تكون لهم علاقة ولو علاقة ربما يعني غير مباشرة بين هؤلاء اللاجئين والنازحين وبين تنظيم الدولة لذلك هم يعاملونهم بحذر شديد نعم أعود إليك دكتور شواخ يعني فيما يتعلق بالميليشيات الكردية وتمكنها من ضرب الفصائل الثورية العربية في منطقة أو محافظة الرقة عامة هذا دفع الكثير من المواطنين العرب إلى يعني فقدان البوصلة فيما يتعلق بتصنيف وتقييم الفصائل العربية التي من المفترض أن تدافع عن الوجود العربي في هذه المنطقة هل من آمال معقودة على الدور العشائري العربي في التصدي للممارسات الكردية؟ طبعا أخي محمد أحب أعقب على سؤالك السابق للسيد ملهم كثير من الناس طبعا هذا نلاحظه إحنا بالشعب السوري نلاحظ بعض الدول والإعلام الدولي أصبح يدمج بين الحاضنة الشعبية الشعب وبين القوة العسكرية المسيطرة على المنطقة فمن يسيطر على المنطقة مثلا جبهة النصرة تسيطر على المنطقة يعد كل من تحت هذه الجبهة حاضنة له ومن تحت داعش حاضنة له ومن تحت النظام حاضنة له لو كنا نؤمن بهذا التقسيم إذن كلنا كنا خلال أربعين سنة حاضنة لبشار الأسد وزبانيته شعب الرقة طبعا هو بقوة السلاح مجبر نحن شعب الرقة نتحدى 200 دولة على مرة أربع سنوات ولن أقول خمس سنوات أن يخرجوا هذا التنظيم من الرقة ثم يقولوا بعدها أن أهالي الرقة هم حاضنة شعبية أو ينتمون لداعش أو لغيرها هذا من الناحية الناحية الثانية سؤالك الذي أسألت أستاذ محمد بالنسبة لوحدات الحماية الكردية وحدات الحماية الكردية استبشر الأهل تلبيض خيرا لأن الأكراد يعتبرون جيراننا ونحن العرب خصوصا نؤمن بالتعايش السلمي مع كافة مكونات الشعب السوري استبشرنا خير عند تحرير مدينة تلبيض من تنظيم الدولة فتشكل هناك جيش يسمى جيش العشائر انضوا تحت لواء ثوار الرقة الذي طالما حارب الدولة الإسلامية وشارك حتى في حرب عين العرب وساعد الأكراد في دحر قنظيم الدولة جيش العشائر هذا تألف من أكثر من مئتي مقاتل من أبناء العشائر في منطقة تلبيض ومنطقة الرقة والذين هاجروا والذين أحبوا أن يدافعوا عن مدينتهم لكن تفاجأوا بإشكاليات تثيرها البيكيكي أو البيدي لتفرقة العشائر عن ثوار الرقة وذلك بممارسة الضغط من حيث الدعم لأن الدعم لهذه المكونات كان عن طريق الأكراد لأن الأمريكان كانوا يدعمون عن طريق الأكراد لذلك استطاعوا أن يفرقوا بين جيش العشائر وبين لواء ثوار الرقة حيث أعلن جيش العشائر أن السلاح غير كافي وأنه يتخلى عن هذا التسليح لصالح لواء ثوار الرقة الذي هو عسكري من البداية ويدافع عن مدينة الرقة إذن تمكنت الميلياشيات الكردية بهذه الحالة من إذابة واحتواء هذه الفصائل العربية صحيح نعم طيب فيما يتعلق صحيح تمكنت ولكن هذا بسبب الولاء التابع للدعم لو أن هناك صندوق دعم وحد منذ بداية الثورة الذي نادينا به لكان الوضع مختلف لو كانت الدول تعمل بشكل حقيقي من أجل الحل في سوريا وليس من أجل إدارة الأزمة لكان الوضع مختلف أيضا نعم طيب سأنتقل إلى محور آخر دكتور شواخ فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان محافظة الرقة عامة ومدينة الرقة على وجهها الخصوص يعني رغم أن مدينة الرقة لا تخضع لحصار مباشر من أي جهة إلا أن الظروف الاقتصادية فيها سيئة للغاية البعض يتحدث عن نشوء طبقة من التجار من عناصر تنظيم الدولة الذين يحتكرون الكثير من السلع والحديث أيضا عن إغلاق المعابر التركية ما سهم في زيادة الأسعار والحديث أيضا عن يعني الإتاوات والرشاوة التي تدفع للحواجز التابعة لميليشيا الأسد هل من أسباب أخرى تضيفها إلى هذه المحنة الاقتصادية؟ طبعا سيد العزيز أستاذ محمد كما تعرف ويعرف أستاذ المشاهدون أغلب سكان الرقة هم قاطنون في المدينة الموجودون في المدينة أغلبهم أيضا موظفون لكن لم يبقى موظفين بعد استيلاء تنظيم الدولة على الرقة لم يبقى هناك رواتب بعض الموظفين يخاطرون بحياتهم ويذهبون إلى مناطق نفوذ النظام كي يأخذوا رواتبهم ولكن مثل ما قلت هم يدفعونها رشاوة على الطرقات من أجل أن يصلوا وربما لا يبقى معاهم إلا الشيء القليل من ناحية ثانية الرقة بلد زراعي ولكن في الفترة الأخيرة تعرف أنت أسعار النفط واحتكار النفط من قبل تنظيم الدولة من قبل بعض التجار التابعين لهم أيضا أيضا أدى إلى عدم قدرة الأهالي على زراعة بعض المحاصيل فاكتفوا ببعض المحاصيل ربما البعلية التي لا تكفيهم وأونتهم ربما هذا من الأسباب الجوالية التي أدت إلى الضعف الاقتصادي في مدينة الرقة باختصار دكتور يعني غياب ما يجري في مدينة الرقة عن وسائل الإعلام عامة من يتحمل وزره؟ نحمل في البداية أستاذ محمد الاعتلاف الوطني السوري الرقة هي المدينة الأولى التي تحرر في سوريا كلها ونجد أن السيد هيتو مبدئيا ثم تبعه من شكلوا حكومات أخرى باسم الاعتلاف الوطني وباسم الشعب السوري بدل أن يفتتحوا مقرات لهم في الرقة وتكون نموذج للمدينة المحررة ابتعدوا عنها وتركوها ولم يدعموا حتى الوحدات المقاتلة فيها هذا من الناحية الناحية الثانية تشن حرب على تنظيم الدولة في المنطقة الشمالية في منطقة إدلب من أجل أن نقول للعالم في جينيف واحد والاثلين فقط نحن نحارب الإرهاب وتترك الرقة وكان من المتوقع أن تنسح بقوات تنظيم الدولة باتجاه الرقة وتأتي تعزيزات من العراق ويكون الملتقى في الرقة وأصبحت الرقة فريسة لهذا التنظيم بسبب هذه الأخطاء التي عانينا ونعاني منها حتى الآن نعم أشكرك جزيلة شكرة الدكتور شواخ البورسان عضو اللجنة التأسيسية لمشروع خلاص الوطني كنت معنا عبر سكايب من الرياض مشاهدين الكرام فاصل قصير نتابع بعده بقية محاور هذه الحلقة فابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام أستاذ ملهم قريبا مما يجري في ريف الرقة الشمالي يجري أيضا في ريف حلب الشمالي تناقلت وسائل الأنباء عن حشود لميليشيا الأسد في القرى التي تقع شمال بلدة قبتان الجبل في ريف حلب الشمالي بعد انتزاع بعض هذه المناطق من وحدات الحماية الكردية دون قتال هل سينتهي دور هذه الميليشيات الكردية عند هذا الحد؟ نحتاج أن ننظر إلى المشهد الميداني بصورته المتكاملة وضمن رؤية محددة كي نستطيع أن نفسر الكثير من التصرفات الرؤية الشاملة تقول أن بشار الأسد الآن استقوى بالقوات الغازية من روسيا ومن إيران وهو يحاول أن يلتهم كل ما يستطيع التهامه كي يحافظ على أوسع حدود له في المشروع القادم ما هو المشروع القادم؟ هو مشروع تقسيم سوريا ومشروع كانتونات في سوريا فكل جهة وكل قوة موجودة في الميدان موجودة على الأرض السورية تحاول الآن أن تبسط نفوذها بقدر الإمكان حتى إذا جاءت المفاوضات سيكون التفاوض على إبقاء الأمر على ما هو عليه الآن ومن ثم سواء كانت القبوعات الزرق أو كان هدنة أو كان وقف إطلاق النار أو 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 سيحاول الجميع أخذ كل ما يستطيع أو أكثر ما يستطيع من الأراضي كي يبسط نفوذه هناك وتكون هذه حدود الكنتون تبعه أو حدود الدولة تبعته لا بل يحاول الجميع أن يأخذ المزيد حتى إذا كان هناك في مبازرة في تفاوض يصير يفاوض على الشيء الذي هو ما بده إياه بالأصل نعم فالسورية المفيدة حسب تعريف بشار الأسد هو يريد الساحل السوري يريد دمشق وريفها يريد حمص وريفها حلب لا تعنيه كثيرا وإنما هو يحاول أن يأخذ من حلب وريف حلب كي يفاوض عليه لاحقا باقي النقاط التي تسيطر عليها المعارضة السورية والجيش السوري الحر في الريف الدمشقي وريف حمص الأكراد هم جزء من اللعبة هم جزء من هذه القوى المتصارعة والأكراد لهم رؤيتهم ولهم مشروعهم بإيجاد كردستان الغربي كي ينضم إلى كردستان الشرقي وثم يصبح لهم كردستان العظمى بشار الأسد يستخدم الأكراد أحيانا ويتسارع ما هم أحيانا أخرى كما يفعل مع تنظيم الدولة نعم يعني كانت هناك خشية من أن موافقة الهيئة العليا للمفاوضات على الهدنة التي وقعت أمريكيا وروسيا في تكريس هذا التقسيم خاصة وأن هذه الهدنة تساقطت أو سقطت من أولى لحظاتها ونظام الأسد حاول من أولى لحظات هذه الهدنة وفعلا نجح في التقدم في بعض جبهات المرج في الغوطة الشرقية بريف دمشق المشكلة بالهدنة التي تقدمت بها أمريكا وروسيا متعددة الجوانب منها أننا لو استقرأنا التاريخ تاريخ الحروب والصراعات في العالم لم يكن أنا لم أطلع رغم قرائتي ومحاولة أن أبحث لم أجد أن هناك حربا متعددة الأطراف كان فيها هدنة جزئية بمعنى أن هذا الطرف لا يشمله الهدنة أن هذه المنطقة لا تشملها الهدنة لأن هذا الأمر يؤدي إلى سقوط هذه الهدنة بدواعي وحجج وأعذار واهية وهذا فعلا ما حدث يعني منذ الدقائق الأولى للهدنة كان هناك 15 خرق من قبل القوات الغازية الروسية بحجة تنظيم الدولة بحجة النصرة بحجة تنظيم الدولة وغيرها لو أرادوا هدنة حقيقية ناجحة في سوريا كان يجب أن تشمل كل الأطراف بمن فيهم العدو والصديق كان يجب أن تشمل كل الأراضي السورية وكان يجب أن تشمل كل الأجواء السورية هذا لم يتم وبالتالي كان هناك خروقات متكررة نحن نؤكد طبعا أن حجم العنف تناقص يعني عدد القتلى والشهداء الذين سقطوا في سوريا قل وهذا بفضل الله تعالى يعتبر إيجابي لكن نريد أن يكون هناك سلام كامل نريد أن تكون هناك هدنة شاملة ونريد بعدها أن ننتقل إلى المفاوضات لأجل حكومة انتقالية وليس مفاوضات لإبقاء بشار الأسد بشار الأسد يتبجح ويقول ارموا سلاحكم أعفوا عنكم يعني شوف على هذه الوقاحة والصفاقة الآن هو يقول أنا المتحكم وأنا المسيطر أنت يا شوية عصابات وإرهابية وغيره أنا مستعد أعفي عنكم بس ارقوا سلاحكم طبعا هذا لن يكون بالمقابل نحن نقول لبشار الأسد لو رحلت الآن ربما ربما تركناك دون محاكمة ربما أقول إذا قبل الثوار بذلك لكن هذه الهدنة إن لم تستمر سيستمر بإذن الله الثوار في ثورتهم ونأمل من المجتمع الدولي الآن الذي لم يفي بوعوده لا الإنسانية ولا الغير الإنسانية ونأمل من الدول الشقيقة والصديقة التي يهددها بشار الأسد وحلفاء بشار الأسد أن يأخذوا خطوات أكثر جدية بالأمس مجلس التعاون الخليجي قرروا أن حزب الله وكل منظمات تلف في فلك حزب الله هي منظمات إرهابية وهذا قرار شجاع وجريء وإن كان متأخرا لكن هو جيد وكذلك الأمر اتخذ أو وصف مجلس وزراء الداخلية العرب حزب الله ومنظمات حزب الله بأنها أيضا منظمات إرهابية أنا آمل أن تعامل هذه المنظمات من الآن فصاعدا كما تعامل داعش من حيث المحاربة ومن حيث القتال ومن حيث أيضا كل ما يتعلق برجالاتهم ويتعلق بمنظماتهم طالما أتينا على سيرة دول مجلس التعاون الخليجي يعني الدكتور عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية وأكثر من مسؤول دولي تحدثوا عن الخطة باء في حال فشل الهدنة لوقف إطلاق النار في سوريا ما حدود هذه الخطة المفترضة؟ السيد الوزير الجبير تكلم عن دعم عسكري لفصائل الثورة المسلحة المعتدلة وأنه لا بد من دعمهم بما يحتاجون للاستمرار والانتصار هذه الخطبة أنا في اعتقادي طبعا هي خطة عسكرية سيشارك فيها ربما التحالف الاستراتيجي الإسلامي العسكري الذي أنشأوه سواء كان بقوات برية تساعد الثوار على الأرض أو كان بمساعدات لوجستية ومساعدات مادية تدعم الثوار أنا لا أريد أن أستبق الأحداث لكن أظن أن الهدنة لن تكون وأن المفاوضات ستفشل وأمل أن لا ينتظروا كثيرا من أجل البدء بالخطة باء لأن المخاطر تهددنا جميعا المخاطر لا تهدد السوريين فقط المخاطر تهدد دول خليج تهدد تركيا تهدد العالم الإسلامي السني كذلك الأمر أن المصلحة مشتركة إذا استطعنا وإن شاء الله تنتصر الثورة ستكون هناك مصالح لجميع السوريين مصالح لجميع الدول الإقليمية التي دعمت الثورة وبهذه المناسبة أقول لجميع السوريين لا يوجد منطقة وسطى بين الثورة وبين العار من يقف مع بشار الأسد هو موقف عار ومن يقف مع الثوار هو موقف مشرف له لا توجد هناك منطقة رمادية هذه المنطقة الرمادية يجب أن تنتهي يجب على جميع من لم يتخذ حتى الآن موقف من الثورة أن يتخذ هذا الموقف ويدعم الثوار لعل الفترة الزمنية تكون أقصر والثمن يكون أقل بالحديث عن إمكانية تقسيم سوريا قبل فترة بطبيعة الحال تحدث وزير خارجية الولايات المتحدة عن صعوبة إبقاء سوريا على ما هي يعني بشكلها الكامل وتبع ذلك حديث لنائب وزير الخارجية الروسي عن خيارات من بينها إنشاء جمهورية فدرالية طبعا هو بالتأكيد في الغالب يتحدث عن الأكراد في هذه الجزئية وربما يتحدث أيضا عن الدولة العلوية النظام السوري أو نظام بشار الأسد أين يقف من هذه التصريحات خاصة وأنه من المفترض يعارض إنشاء دولة للأكراد النظام السوري غير موجود حقيقة على الأرض هو دمية هو عبارة عن قناع حتى هذا القناع أسقطه الروس الآن هم الاتحاد الروسي ووزير خارجيته يتكلم عن سوريا وكأنها ولاي من ولاياته يصرح يعلن يعترض يهدد يقتل بشار الأسد عمليا غير موجود هو بشار الأسد سيكون دمية بيد هؤلاء الروس طبعا بشار الأسد وغيره كما ذكرت آنفا أنا يحاول أن يأخذ من الأراضي أكبر رقعة ممكنة أما الحاكم الحقيقي المسيطر الحقيقي صاحب القرار الحقيقي هو في موسكو وليس في دمشق نعم يعني الحديث عن اللاجئين ننتقل هذا المحور يعني كان هناك أكثر من تصريح لمسؤولين أوروبيين عن إمكانية إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري هل يمكن القول أن التصريحات أردوغان قبل فترة بأنه سيتوقف عن منأ اللاجئين السوريين العابرين من الأراضي التركية إلى أوروبا هل يمكن أن تكون هذه التصريحات قد أتت أكلها أو ستأتي أكلها؟ أخي في غياب وجود منطقة آمنة للشعب السوري كي يعيش على أرضه ويبني وطنه تركيا لم تعد تحتمل هذه الموجات المتدفقة المتتالية من اللاجئين والنازحين السوريين يعني صار بتركيا الآن أكثر من مليونين لاجئ سوري قاربوا ثلاث ملايين لا يمكن للشعب التركي ولا للحكومة التركية أن تستوعب أعداد أكثر من ذلك وبالتالي الخيار كان أمام الحكومة التركية إما أن تدعموا إنشاء منطقة آمنة في سوريا ويعود السوريون إلى وطنهم ويعيشوا في وطنهم في المنطقة الآمنة أو أنني سأتركهم يعني يذهبوا أينما شاءوا أينما شاءوا يعني أوروبا هم سيذهبون من أين يعني؟ سيذهبوا من تركيا إلى أوروبا وهذا ما فعلا حصل الاتحاد الأوروبي وعد تركيا بمساعد قدرها 3 أو 4 مليار دولار لم يفي بهذه الوعود أيضا الحكومة التركية والشعب التركي لا يمكن أن يتحملوا الأعباء المالية المتزايدة عليهم نحن بداية يعني أنا من هذا المنبر أشكر تركيا شعبا وحكومة ورئيسا على كل ما قدموه وكل ما يقدمونه وكل ما سيقدمونه وأرجوهم وأدعوهم أن يستمروا في هذا الدعم وأرجوهم وأدعوهم أن يخففوا عن الشعب السوري واللاجئين السوريين كل ما يعانوه سواء في الدخول إلى تركيا أو في العيش في تركيا أو العمل في تركيا أو التعلم في تركيا أو غيره وأدعو باقي الدول العربية الشقيقة والصديقة أيضا ليتعاملوا مع الإنسان السوري والمواطن السوري بمزيد من الأرياحية الإنسان السوري الآن يتعرض إلى ظلم متراكم ظلم من بشار الأسد ظلم من ذوي القربة ظلم من ذوي الرحم ظلم من الدول العربية والدول العالمية يعني في الحديث عن العب الذي يشكله اللاجئون السوريون في تركيا نائب رئيس الوزراء التركي أعلن أن أكثر من 150 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا منذ بداية الثورة في سوريا من الذين هاجروا إلى تركيا صحيفة الديل التليغراف البريطانية تحدثت عن أن بوتين والأسد يستخدمان أزمة اللاجئين لكسر أوروبا حقيقة ما الذي يمنع الدول الأوروبية من المساعدة في إقامة منطقة آمنة شمال سوريا وهي طرف رابح بشكل كبير إذا أقيمت هذه المنطقة لمنع أو للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا أم أن الأمر يتطلب موافقة أمريكية هي بالتأكيد تتطلب موافقة أمريكية والموافقة الأمريكية تحتاج إلى توافق روسي والتوافق الأمريكي الروسي يحتاج إلى ضوء أخضر إسرائيلي المشكلة في المنطقة الآمنة في سوريا في شمال السوري هي أن المجتمع الدولي ينظر إليها على أنها تعطي تركيا وتعطي الرئيس التركي تحديدا السيد أردوغان مزيد من القوة وهم يعملون ضد هذا الاتجاه هم لا يريدون لتركيا أن تقوى ولا يريدون للرئيس التركي أن يقوى ولذلك هم يمانعون ويماطلون في عملية المنطقة الآمنة في شمال سوريا نعم أنا أشكرك جزيلا شكر على الأستاذ ملهم الدروبي عضو أمانة سر المجلس الوطني السوري كما أشكر أو أجدد شكري للدكتور رشواخ البورسان عضو لجنة تأسيسية لمشروع خلاص الوطني الذي شاركنا خلال هذه الحلقة وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في ختام هذه الحلقة هذه تحية من فريق البرنامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة